اشتركوا في القناة 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 يعني ما احترام من هذه الحرفة هذه وهذه المهنة هذه بسبب هذه الناس هذه كشعروا الأمان لكن كأننا كنت ندخلوا معنا السلطة إلى داخل البيوت ديالنا وفي الحال هذه الدكرويدات ديالنا كي يفقدوا واحد شيء ثمين لوتك المحبة وذلك تدفق ديالها من الوالدين إلى الابناء وفي الحال الوليدين خلقهم الله سبحانه وتعالى للحركة خلقهم الله تعالى أعطهم الله تعالى طاقة هذه الطاقة يجب الأباء يفهموها وخصوموا يقعوا بها من أجل باش يمكنني يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع هذه الطاقة أول شيء هو توجيه هذه الطاقة عند الأطفال إلى وجهة إيجابية وليست سلبية ما غيرش يقولون دخلوا عن الولد وقلوا لولدنا غلس نتا مفلس تاكت نورد تاكت دين تاهادي ما غيرش برصك هذه كلها كلمات سلبية نهاية سلبية ولها تأتي في التربية راحل هذا بالمشكلة وأنها مشي كلمة دست عابرة أنت قلتها عابرة لكن طريقة الاستعاب لها عن الطفل هي اللي طريقة اللي هي خطيرة جدا لأنه كيستعبها كيستعبها بواحد الشكل لأنها هي رسالة رسلتها لي بطريقة سلبية وهي يعني كتش بتاتشحنو وكتش بتاتعمر لها بطاعة الحالة ديغن ديالو حتى كتتركز فيه وبطاعة حكي يقولي إنسان كيحسب السلبية وكيحسب بأنه مبقاش يعني عنده رغبة يعني الناس مرغب من شيء في هذا الوجود وجوده لها كيمة له ما عنده شيء قيمة موضافة على الأسرة وفي هذا الحالة كتحول هذا الأشياء هذي والضغطة دا اللي كتضغطه على ولدات إلى تصرفات التصرفات اللي كتنعكس كتبلينا بعد مرس كي تلقوا بعد شكايات والدي كتير حركة والدي كي يقعد الدفار ديالو والدي كي يقول تبول إرادة والدي كيتمتم وهذي هذي أشياء هذي غير علامات علامات لديك الكبت الذي نكبيته به الحركة ديال أطفال ديالنا في حين أن هذه الحركة هذي خسر وجوهة بالانتصاص نمتصوها وتنبغي لعب لعبه معاه وفي نفس الوقت غديني وجودك اللاعب ديالو إلى أشياء اللي غدتقوي للمهارة ديالتو في شيء من أشياء إما في الهداثة إما في التكنولوجيا إما في الرسم إما في الفن في أي شيء حتى في الرياضة ممكن لدينا هذي الوليد هذي نستمرو هذيك الطاقة اللي هي احنا كتبلينا بأنه أحنا كتبلينا بأنه حركة بالأكس هو أخصوه يكون هكاك لكن نحن أخصوه كيف تعمل معاه لأن هذه الحركة ديالتو هي جاءت من الطاقة عندو أصلا هي موجودة فيها لا يستطيع أن يعبر عنها كي حسباسو بيننا وعندو واحد لها شارج شارج هي لكن كيفاش غادي صرفها بكي صرفهش إلا تنقاذ طلع نزلها تحرك منها تحرك منها سي منها الباصة الباصة لو أننا أخصوه كيفاش تستمرو ونشيو المراكز لأن الناس يبيعونا مثلا لجوة دي أطفال وندخلو نشوفو السين المناسب لولدنا اللي هو كتح حركة وناخدوه لعبات تناسبو أو تلائمو للأشياء اللي كي بغي يقوم بها كي بغي حركة يدو نجيب لي أشياء اللي هيك ترك بلد كي يخدم دماغ ديالو أشياء اللي هيك تحتاج للفكر وكتحتاج للإستخدام ديالد كي بغي يشتغرب يدو بزاف نجيب لي أدوات ديالرسم ونجيب لي لوحة ديالرسم نشريها لي ونحطها ليه ونقول لي يرسم لي أجبك وأي حاجة دالها غدي نفرح بها وفي الحالة غدي يكون موجهت هذيك الطاقة الزائدة عن الولد ديالي وسعبتها أنا كذلك وعطيت لولدي فرصة أني أشاركه فيما هو من اهتماماته ومختصصاته وإلا لم أعملش مع ولداتنا هكا الآن غدي قولتنا حركيين وهذيك حركية غدي نقبلها ما هكيم أسف إما بالغوات أو لا بالضرب وهذي بجوجهم راه خاطير على التربية دي الأبراء ديالنا كنقولوها وكنعودوها وكنلقى بأن هذا الإداءة ديتنا الحمد لله راه في جميع يعني في جميع البراء من جاليك الدوز راه مكين شي شي واحد شي أستاذ من أساتده أولا شي موجه من موجهه وكيقول بأنه لا راه التربية هي بالعصى وهي هي بالمعيور أبدا راه المعيور الغوات العصى راه هي رسائل سلبية كنعطيوها الويداتنا وهي اللي كتنعكس سلبا وراء العقيلة في الأسبوع الماضي ركنا نتلقينا موكالمة دي الأحد مننا اللي كتب كي كتقولو لدي عنده 16 عام أولا 21 عام وكيش عقلت على السن اللي موقاش وغيقرا قول لي ولكي يعني عارد والدين وكيقولون بلاتي تل بعدو غتشوش غندي لكم معناه أنه ذاك الكبت اللي كبتليه القوة ديالته كبتليه الفكر دياله والدهن دياله والمهارات دياله الكريم كنينة تنمى أنها تطلع وأن خرجوا من هذا الولد هذا إنسان عبقاري نعم خرجوا منه إنسان اللي هو فاشي في حياة وفي نفس الوقت قد يخرجوه إنسان اللي هو وضع الحياة ورعا من النموذج جيال إنشتاين لأنه إنسان اللي هو حكمو إليه بأنه إنسان ماليق شاي وغابي وباليد ومعشي في حين أنه بعد حين تبين أن هذا الرجل كان عبقاري ولكن مالقاشا الأساتدة اللي فهموا الحركي ديالته وفهموا الطاقة ديالته وفهموا المهارات اللي عنده باش يقومها ويشدبوها لأن يصلو به إلى أبعد من المستوى الذي وصل به وأكيدا نوليقع مزان السمر معك كوتشو السف غامشو لحدة فاصل إعلاني ثم اقترح فينا إيه ورغي نستقبلكم أفيا الكرام من خلال حكي لنقصك على صفر خمسة تين وعشرين ستا وربعين تين وسبعين خمسين أولا واحد وخمسين أولا اتنين وخمسين أيضا كلكم تواصلوا معنا عبر الأسابات كي سابتكم حل خلوا فراغ وصفتوا السؤال ديالكم الخمسين ثمانين ثمان رسالة السادية الدراما احتساب الرسوم أيضا كلكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحة رسمية للبرنامج لاحظات ورجعي لكم رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرامة لماذا غاديو مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم في اللقاء المباشر إلى حدود الساعة الرابعة تنرحب بكم مستمعين وكشكركم على وفاكم دائم لنا وأرقمنا هاتفية متوح لكم من أجل التواصل سفر خمساتين وعشرين ستا وربعين تنين وسبعين خمسين أولا واحد وخمسين أولا تنين وخمسين أيضا ممكنكم تواصلوا معنا عبر الاسمس بكتابتكم حل خلوا فراغ وصفتوا السؤال ديالكم الخمسين ثمانين ثمانين ثمان الرسالة السادية الدراما احتساب الرسوم أيضا ممكنكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحة الرسمية للبرنامج اللي هي الحل بنيتك قديمشو ناخدو معنا أول مكالمة معنا بطبيعة الحال عبر أرقمنا هاتفية المفتوحة كنرحبو بكل أويانا بكل مستمعينا إذن إحنا دائما في انتدار أنه ناخدو مكالماتكم وكن نوجود تحية لكل أوفيانا وكل المستمعين الكرام قديم ناخدو معنا اللحظة لالا إلهام من الربط مرحبا بيك لالا إلهام آه لسر معي من خمسات مرحبا بلالا بارك الله فيك أخير أحبال طيبة على خير اللهم اللي أعواج لكم مباركة وتذكركم بساف على هذا البرنامج اللي نستهدو منه طراحة الدف بارك الله فيك مهم ضغن عندي تدخل مع الأسد محبال الله أنا أم التوأم محبال وفي نفس الوقت بدا مرأة معاقة أندي كابي مهم إلاك الممكن إلهام الله يخليك لما نقصي الراديو لأنك يرجع تصاد الصوت ومعدي عليك حتى تكملي المدفل ماليس نقصي هناك مرحبا 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 لأهم ما نقول لكش أحسن سربيا الحمد لله كان يجد ربنا المثال عند الناس كنا بالنسبة ليم هذه الشي كامل اللي قلت لنا النصائح اللي ده بسمعتك انما اللي تخلت بها، علينا مرحبا ذك الله بها خيرا بعدا انني كنا تنديروها رغم اللي بس قلتنا الرسول صلى الله عليه وسلم انه كنسي لعمحي حفية دوت بداعً لديه ورج ليه ممتقنك نتندير حقك تنحيد للطاري تنحيط لي بكي وتنلعب معه وبدك شكاعد ونزن فوق دهاري ويتشوب مهم كل شيء كل شيء دابل فين ولا عندي مشكيل هو في واحد والتي يسمع علاش لأنه أنا وببهم يمكن نرتكبنا واحد الخطأ علاش لأنه اببهم مرضى الصنتر ديالي زانديكابي معروف هنا في مدينة كان عنده الحق انه قرر يولاده في كل فين خدمه نعم قررهم غير معدراري لزانديكابي حتى داروا القسم الخانس اذا كانوا منعجلين على بحالي سنقوله على المجتمع ديالنا الحقيقي ديال الناس مع الاسف ما سنقول الاسوية لأن الانديكاب 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 خلق الله صحيح الله الله بعدها لا الهم انتي لي كتتكلمي بعدها انا كنحس بك سوية جدا كنقولك انا انا كنقولك الله يحفظك لولداتك سوية جدا 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 الله هم امين يا ربي ويحفظ جميع الامة الكاملة انساء الله يا ربي المهم ما علينا قلسنا انا وياك لأن قدرت ليهم شطرنج فلاج ديال 4 سنتخ ديال شطرنج فلاج ديال 7 الخطأ يمكن يدرنا ان ندخنهم صغر انا 4 سنين اومس رام دير انت حضاري ديالهم الحمد لله ديما اللي برومي كانوا ما شاء الله اللهم لك الحمد في الدراسة انهم متميزين الحمد لله يعني درت ليهم شطرنج شدوا لعبات شطرنج مزيان اطخي قالوا لي ماما بغينا الباسكت درت ليهم سنتخد الباسكت تسمعوا داروا لانتاسيون سباحة درنا لهم سباحة يعني اي حاجة اي حاجة بغوة يعني ان لكم مزيان لاننا درناها ولكن في الطاقة ديالنا ماشيش حاجة اكثر من جدنا ومن ينصموا لاجد ديال انا وفي الخانس الاغلبية الناس قالوا لي يشوفي ولادك خصوم يخرجوا يندمجوا مع المجتمع صفقنا انا وياه دارهم السنة قالوا لي دا باش نوان ديرو كتلي فلا انا ارضوهم المدرسة العادية المدرسة احدنا ديال الدولة احد الدولة يعني في خميزة يمكن معروف ابنه بيطاع في غير جياند خميزة نعم بشي سين كيلومتر بعيدة علينا مو يمجبناهم درت لهم الانسيقال ديالهم وكلش منين جبتهم الاندامجوا بدأوا الناس يقول خليهم خصوم يخرجوا للشاريخ خصوم يلعبوا مع الدراري نعم خصوم يلعبوا وخصوم هذا قلت لهم بو انا خليهم يلعبوا ولكن سنطق مشدود اتراقبهم سنخرج انا سندير كرسة قدام الباب سنجيب لهم صحابهم يلعبوا معهم وكلش سنطح لهم الدار داري لهم الباسا يقلسي لجوة اي لعبة بغوة إلا اننا تنديرها لهم نعم كلشي 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 يعني كلشي دارين لهم دابا مقخرا سات واحد قول عندي يعني تسمعلك تقول لي ما اتدخل ايدخل ما اتدخلش ما اتدخلش واحد لا بحالي بغى يقول لي بغى يفرض وجوده نعم بغى يقول لي فرض وجوده نعم نعم مع اباه متى يقدش عليه مي انا وخا نهضر انا اللي ملاكس كنت في المطا نهضر كنت في متى يزيدهاش كمسان قولوا بالمصالح الداري جدي انا متى يزيدهاش معايا دابا اللي تقول واعطيني مدرعينش ما بوتيش خليني يمشي نخرج نعم علاش نعم انا بحال البارح كنت سمعت الكوتش السادة مونا نعم قل كاني وخدري يبكي على ديك الحاجة مدام ما بغى الشعة تالية رمكسك الشعة بهالي كنت ضوابت نعم ضوابت انا خصنا نضبطوها نعم البارح انا في هذا ما اتدخلش مشتوش اسكيزة اسكيزة مشي ديال شارع مشي ديال الحيفين يلعب انا فين سكيتاتي مشيت يلعبها مع بعتي يلعب بها في البلايس اللي خاص باش يلعب سكيتات مم منين مرفضت لي قل كنو انا باغي نخرج نعم اضبطت فحسمت مع الامر سديت عليه الباب وخليته نعم اعطيت عقوبة لأول مرة تنشوف ان انا عاقبت ولدي فعلا ما عاستدلاشي دخلت ولبيتو ناس نعم انا ولادبتي سبب لي قلق وتنفع والتنغوت عليه لا 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 الهام احنا سمنا لك من الأول عندي الحمدالله انتهي غاديه مزيانة يعني الطرق بشا 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 بش ربتي ولده ديالك ريزك بخير مزياني الحمدالله القاضيه ديالت انا الولدات كانت خرجها من الزنقة انت نخرجهم من الزنقة كانت خرجهم من الزنقة لما لدينا شيء البديل داخل البيت أولا إلا كان هذو هذو محرومين من هذو الألعاب الجماعية اللي كيديروها معانا إخوان ديالهم اللي ما قلت لي بأن ولدت ديالك لعبوا سترنج وكيمشيوا يلعبوا الباسكت وكيعملوا السباحة يعني هذي أشياء اللي هي كتعود ديالك خرج هذي يتوزن خرج الشارع خرج الشارع أو اللعب في الشارع هو ماشي هو القاعدة القاعدة وأنه اللعبه في مكان اللي هو معد لللعب أما قد يلعبوا وهذا يكون عرضة لإداية الناس أو لأدو أصحاب السيارات أو لأدو منهم أو لكذا فإذا ناول الخطر إذا الأول مبرر غد يعطي ولدي أنه ما نخلي شيء يخرج اللعب في الزنقاء هو أنه كنخاف عليه وأنه هذي خرج الزنقاء كيسبب مشاكل مع الجيران وكيسبب مشاكل مع اللولي ديال الخرين شحال ما هذي يخرج كي نعب مع الآخرين فإذا بيكي يجي معطوب بدعينه أو لمرجلي أو إلا من مهرس أو إلا شيء هذا إذا كنعطيه واحد المبرر معقول أنا قل له أنا أخير من الحكرة كتلعب في داخل أسبوع في الزنقاء ولكن أنا يوم السبب أحد غادي ناخدوكم الواحد المكان عمومي اللي هو الممتاح أن نلعبوا فيه أو لأننا نتمرس في ذاك شيء اللي بغيته مارس لعب مع رساتك ثانيا هذي فترة ديالت الانتحانات ما نسويش بأنه راح نوصل لانتحانات غلا عام كله إحنا مشغولين هذا ما تشهناه هذا ما تشهناه هذا ما تشهناه هذي كده هذا والأرشيطة سينمائية هذي أنشيطة ديال مصرح هذي أنشيطة كده الآن ده برخصن عجل ناس حاصلة ديت العام حاصلة العام هي المتحانات همتحانات هي أولها خصنت ورشدو لها بتعطي الحال ما كنقولش بأنه غادي قليل وقت كله قدام الدفتر أو قدام الكتاب ديالنا أو قدام المطالعة والتماري الرياضي اللي كنديروها وإنما عندنا واحد الوقت اللي هو كمكل اللي يسمع علينا أن نخرجوا فيه ولمرسوا فيه هوية ديالنا العام قد ال� motivate مسارة قدية ديالى جيالي وغادي عدد نقص وبنقرأ ونه هي ذك شي اللي هو مطلب منيات position within professional care هذي المملكة لما تقوم بالواجبات ديالك وغادي يمنعك إلا ما قاملتيش بها وذك شلي عملتي مع الول ديالك لما خليتي يدخل لبيت دياله ويقلس آآ في البيت دياله شم زيان. أما باش يأخد اللعبة ديالته ليسكتبور ويمشي وخرج يجري بها بنا وانا راي قد يدخلوا واحد زدقاء فإذا بي واحد أخر مرض في البال موالو غادي ضربوه غادي يعني هذي مبريلات اللي يمكنك تعطيها لإبن ديالك باش قوله أنا لبا منعتك أنا منعتك وعندي علاج كان منعك لأنك خ أخف عليك انت هو عي انت 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 عزيز عليها انت ولدي انت كان كان بغيك كان أحبك فلذلك من بغيك شأنك تكون عرضة الواحد الآفاء أو الواحد الاشياء اللي انت عرفتي بأنها راها آآ إنسان اللي مش هتتعطب في في البدن دياله أولا في الدات ديته را ربما قد تلي فرصة باش يكون إنسان سوي وقد لا تكون له الفرصة اللي آآ الواحد بجموعة ديالناس اللي مساك تحرموا منها والإعاقة مخاش إعاقة حدا حد البيت وإنما ولت إعاقة دائمة ومستمرة وكنشكرك على التدخل ديالك وكنشكرك على التناء الجميل اللي قلتي في حق البرنامج وحق الناس ديال ديال البرنامج وواصلي المجهود ديالك وما تخافي شيء ما تعصي شيء لأنك لما عملتي إلا اللي هي بزيانة فاليوم غادي ينضبطو وغدا غادي ينضبطو بتع الحال را لما كدو قوانين را ماشي قلنا تكون لها كتصبر القانون لا وإنما كيكونوا شوحدين كيبغون تنطعوا على القانون لكن لما كيشهو بين القانون مطبق بسرمة را الكل يدع فالأولى أن يدعان الأبناء للوالدين لما يعرفوا بأن القانون رمشي مديورك غاية اعتباطا وإنما الدار لمصلحتي ولفائدتي هذوك الوليدات وربما كوتش يوسف يعني هذا خير دليل لأنه الوعي ما مرتبطش بالجسم الإنسان أو بسلوك الإنسان أو بتعامل الإنسان وإنما تبارك الله لأنا عجبتني بزاف ناموه جرائع جدا الله يحفظها ويحفظ لوليداتها أولى ما كبار لما الآن دبا فتطوير التفتدوية ذاتين هنا كي علينا أولاس اللي هما معاقين خرقهم الله تعالى بلا إيدين بلا رجلين في التطوير ذاتي كينين والآن كي يدعون محاضرات ما كي معنىش في المغرب وإنما كي معنىش في أمريكا إيه في الأمريكا وفي إنجلاتيرا كينين كيديروو كي يجيو كشاهد لأنه إنسان اللي ما كيتكلم غير ما كتعرفوش كيفاش حالوه كيفاش دايد ولكن لما تشوف إن إنسان اللي الله تعالى ما أعطاه لأيدين لنجلين ومع ذلك لما أعطاه الله تعالى العقل استمر ذلك العقل وستمر في أشياء عندما محاضر راك نشوفوا الفيديو دياله في اليوتيوب يعني كي يدين محاضرات التطوير ذاتي قولنا شوفوا أنا بدون إمكانيات وصدر هذه المسائلة كيفاش نشوف اللي عندكم إمكانيات متوفر لكم الجامعة متوفر لكم هذي لكن واحد في المشرك كذلك اللي هو معاق يمشي عكي يمشي يعيش على سرير يعيش على سرير الآن رام صحفي الرياضي في قناة القنوات ديال دول الخريج اللي هو تحدد إعاقة دياله تبطع الحال وكان ما بغوش قبله في الجامعة ما بغوش قبله في التنوية ومع ذلك راح الإرادة كونش عندنا عنا في الدماغ ربما أصعب إعاقة يعني ربما كنت أصعب إعاقة هي إعاقة الوعي والعقل ماشي العقز العقز الإنسان اللي كيكون ساوي ولكن ما غير وعي هذيك هي أصعب إعاقة يكن سعرد للإنسان وتوفيق إن شاء الله وتوفيق الله يوفق مع ولي ذاتها ناخد معنا مكلامة مولية معنا اللي ظهور من فرنسا مرحبا بيك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لبس عليكم الحمد لله وبركاته أنا فرحت من اللي قدرت معكم مرحبا بل الله نحن فرحانين لما توصلوا معك للا مرحبا 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 بكم واشركم بركة وانتي كذلك نكشف منيتي وان شاء الله انتي ورجاليا المغربية كل هالمقيمة بالخارج انتي لابقيت نوب إليهم مرحبا عرفتي انا رح يتلفز على قبل ميد راديو اش رحيتي؟ العظم فاي تبقيت عيم علي غاديو مرحبا برجال هينيقلك مرحبا للا مرحبا للا مرحبا للا انا بغيت منكم شي نصائح الله يخليكم الله يشد فيكم نعم انتو ماذا بكت على الولاد مرحبا انا عندي الولد عنده 35 عام اتفاك الله الله يبارك فيكم ويشد لكم في ولداتكم انا مرحبا الولاد مني يكونوا كبارا ما كيتقبلوش النصائح نعم ما كيتقبلوش النصائحة بحلا لان نصحهم ما كيتقبلوش ما ما كيتقبلوهاش مننا بغيت نعرف بغيتك تعاوني و تقوليك كيفش نتعامل مع هاد الولاد نعم للا للا زهور الولادات ديان في الصغور ديان لما كنتي كتتتعاملي معهم واجداء لما كنتي كتتعليليهم مواقف يعني كتشف الحين لهم علاش كيفما دبك انك كنت كنوا مع الاخت ديان من الهام وكانت قولي لولادها دبك يقول لها بغيت تتمنعيني ووريني علاش يعني غيقول لي لي علاش وانا غادي قبل إلا ما عمورتيش علاش كدلي كان نصيحة وانا غير يقدموا اللا ويداتنا ناصيحة أول بعدها شي خسنا إمتا غدين قدموا هاد الناصيحة هدي أولا الوقت اختيار الوقت ثانيا اختيار أرفاض ديان الناصيحة ثالثا ما تكونش الناصيحة عبارة عن آوامر وإنما تكون عبارة عن رأي تبديه الفقر عند خبس و ثلاثة عام أطمق نهر كبير لأنه قرأ في الجامعة لأنه عنده بستوى علمي كبير لأنه عنده عنده خبرة إما في تجارة أو إلا في الأعمال أو إلا في المهنة اللي هو كي يشتغل بها إذا رمشي ماشي هذي غير جي تنصحو هذي قبل النصحة يقبل النصحة لما تكون هذة النصحة معلالة بطاعت حالوركي عارف بأنه مو ربغات لي الخير به بغالي الخير كل واحد كي يبغي نصحو ربغالي الخير ولكن هذك الشيء كيفاش قد نقدموها بالنصحة مكناش الأم اللي ما تبغيش البيان الصحابة ردوان الله عليهم كانوا كيقولوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة الموعظة هي النصحة لما كيبغي ديرها لما كيبغي يقولها لهم يخسر لهم الوقت المناسب يقضي إنسان يقضي إنسان هو في المعمعة دير واحد مشكل معين محتاج أنه يخرج يعني يقالي إنسوليسيون في واحد وقت معين وعالغت جديد تقول له رأيي لو أنك ما عملتش هادي لو أنك ما عملتش هادي إذا فات فوت إذا فات فوت إذا خسنا بدونه الآن نعرفوا انتقدوا نصحوه أول شيء وكيف ما كنسمعوه دائما راح في الوصلة الإيداعية اللي كي قدموا لي هذا البرنامج دي الدكتور الممود دريبي راح كيقول واحد كلمة كيقول النصحة تطلب النصحة مع منامك تعطيها كاك سبونطاني نعم كيعطيها الوالدي لوليداتهم ولكن يكون هو يعرفوا بأنه محتاج للنصحة ونجي يقول لك ها الوالدة الله يجزيك بي خير الآن دا بنا نيوار أمام وحد موقف مؤين بغيتك عفق تعطيني الرأي ديالك بغيت تستشر معاك بغيت كذا بطاعة الحال لما يطلبها منك معناه أنه را بغان نصحة ديالتك بغى يسمع كلام ديالك بغى يسمع التوجيه ديالك بغى يشوف وشهة نظر ديالك ويقارنها مع أش عنده هو في الدماغ دياله عنده في الدماغ دياله واحد ثلاثة ولا بعدين يسوليسيون حاطهم ديالهم وستانت باي وكي تسننتين نصحة ديالتك يحطى ويقارن ويعادك سعي يحلل ويبليش ما هو الموقف السليم اللي غادي يتاخدوه في إجراء ما من إجراءات إذا الله يجزك بخال الله على الله على الله على الله زهور ماشي ولدك ما بغى ما قبلش ناصحة ما ناخدوش بحاكة أنا قبلش ناصحة لا ربما عنده اختيارات أخرى وربما عنده استشارات أخرى أنتي بحكم عاطفة ديت الأمومة ديتك أم ولكن ربما هو عنده استشارة أخرى يعني بحكم تجربة المهنية أو بحكم تمرس مثلا فإذا هذه كلها أشياء هو كي يجمعها بحل أم بوزل بحل ذاك ذاك الصورة اللي كتكون فرقة وكي بدأوا يجبعوا هادي من هنا وهادي من هنا وكنا نلاقيهم باش كتكسمع لنا الصورة الآن هو بنسبالي نفسين دياله دياله خمسة ثلاثين عام عنده أشياء في الدماغ دياله إذا هادك صورة مبعتارة انتي لما كتشين ناصحة كتدخلي واحد الشيء جديد على ذاك على ذاك الطابلو فخصوه يعرف فين غادي يحط هادك الصورة اللي عطيتها فين غادي يحطها باش تحتلت هي مكانتها باش ي يخرج بواحد موقف سليم اللي غادي غادي يتبعوه إذا كنظن للا ظهور بأننا آآ قبل ما تقولي يا ولدي غنزحك قولي أنا ولدي كي يبال لي في الأمر الفلاني اللي بغيتي تدير أولا في هذا الشيء اللي أنت مقبيل عليه أولا في طريقة ديالتك ديال المعاملة أولا بحكم تجربة ديالتي بحكم ما سمعت في الإداعة بحكم الاستشارات للإستشارات مع الناس لي وما سبقين في تجربة كي يبال لي بأنه تعمل كذا وتعمل كذا غادي يكون يكون لدي أفياد في كذا وكذا يعني تعطيه آآ أشياء وتخليه هو يختار أما تقول له تدير كذا وكذا وخاصة لما كتكون علاقة بين بين الإبن والزوجة ديالتو ولا في الإبن مع التربية ديتو وليداتو ربعا عن دمرس كي خطوه مع الوالدين وكيدخلو سواء في بين الزوجة والزوجة ديالتو او لا في تصرف ديال الإبن مثلا في التربية ديال الإبن دياله أولا ديال نفتر بيدي الإبن ديالها في حين أنه رأى زمان فات مع زمان ولدتنا ده بصراك تعطيه هاتف داكي كيد يدخل لي وكيد خربق فيه وكيد يقل في علاج لأنه عنده حطاقة وعنده عين وعنده كذا ممكنش حنا غيرجع به لديك تاريخ القديم اللي كنك يحسبه بخوشي باس وكنك نعملو خدمو بالسيلو أو لاش حلا فالآن ده باكين أشياء جديدة يعني على كل نصيحة خلي يطلبها منك ولا ما يطلب منك أكيد أنه بغى الرأي ديالك باش يزيدوا على آر أخرين ويتبقوا إلا ما طلبش منك النصيحة فإذا يكونك عبار على الرأي لكن ما تفرضيه شيء عليه عطيه الرأي وقل ليه وانت هو رأيك وانت هو واسمتوه غدي هوي وانت منو خلي الجميع ناخدو معنا اللي حليمة من طاطا مرحبا بي كاللا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يسهل وبركاته كيفيرا يا أختي يا بسالي؟ الله يتولي عمرك اللي الله بارك الله وفيك كيفيرا الدكتور اللي معاك؟ مرحبا للاحليمة كيش سخونية عندكم؟ ربي خليك الحمد لله كيها سخونية الحمد لله الله يكون حاجة جزء مرحبا أنا مدمينة ديال ميد راديو مرحبا بلالا بارك الله هذا إدمان ديالك هذا الله يزيدك منه هذا الله يزيدك منه لأنها بحي لا دخلها شي جامعة أنا كان قولها وكان قولها دائما لأنه من صبح من صبح حتى الليل والإنسان دائما فيه تجدد الفكر دياله وده العلوم ديته إذا الإنسان داخل جامعة هنيئا له أن يكون مدمنا على العلم مرحبا للاح الحمد لله حمد لله لكل عام عندي واحد أسئلة لك ممكن مرحبا أولا والدي الصغير ديما تقول لخو هذا يبغيت نعرضك المشكلة يقولي ديما ما تقلت حدايا أم إذا كي يقول لي ما تجيش حدايا تبقل معي تبقل حدايا المسافة تكون بينتهم أيا والمشكلة الثاني والدي كي يدد بزياء في المدرسة هو هذا نيز هو هذا نيز لا الكريم اللي عنده سنين صغير اللي تقول لي ما تقربش لي عنده دابة طالعة خمس سنين أم المشكلة الثانية حاولت يعني يدرب ليه واحد ضرب في المدرسة المهم ديما كي يجيولي الشيكات في المدرسة كي يدد بزياء في المدرسة نعم المشكلة الثانية مهم ألا كانت تعصب هذا المرض تنضرب إلا كانت تعصب إلا تعصب تنضربه نعم كالضرب الصغير أو كالضرب الكبير الصغير ما فيه بزياء في الكبير بزياء نعم مرحبا لله نحن نجاوبكو واخذي الرقم ديال الأخت آمل نعمي ما يتعلق بالقضية دياليبن الصغير مع الابن الأكبر ره هي شيء طبيعي كيعيشوا الويذات اللي كيكونوا مطاردين مع مضياتهم يعني واحد تبع الأخر كيكون بيناتهم للأشياء هدي لكن يجب ان علموا هذا الكبير انه دائما يتقسم مع الصغير يتقسم معه لانه احنا احنا نجيه لان بعد بس صغير طبعا بدي يتقسم معه الكبير يعني الكبير يبدي يكن المودة والمحبة والخوه اللي صغر منه لكن اكيد انه لا يكنها لا علاش لانه بما انه يعتدي على الاخرين في المدرسة او لا في الحي ولا كده را كدلك اللي ما غدي يقرر بحدها اخوه الصغير لابده غديدي ليه شيء اشيء ايضا اخوه من جانب الخوف اخوه الصغير من جانب الخوف كي يقول لي انت بعد مني انت ما اعطيني تساع انت ما دقيشش حدايا انت كده هذا شيء يبقى دايما بين الخوت يعني اه شيء طبيعي ولكن باش نجيه وترجموه شيء اكله راه السؤال الثالث اللي قلتيني هنا هو مفتاح دي السؤال الاول والثاني لان هذا الضرب اللي كي يضرب الاول دك الكبير اللي يتقسم دراسة اولا كيتخسم معهم اولا في الحي او كده ما هو الا ردت فعل لديك شيء مقرر يقوم به توجيه كنتي لما كدر به صبح حيدي يا اه الا الحليمة راه اه راه اه اه الاشي هاتي بحس نسلا شيء شد في شيء راه ذاك الدرب اللي كندربوا وليداتنا راه كخصوا يصرفوه وكيصرفوه على شكل انتقام من كل الدلالين اللي هو قد عليهم انهم يضربوه بوقع يكونوا قاع كبر من نفسين اما يحيد لهم حاجتهم او اللي يضربهم او اللي يبديش بيد فيهم او اللي مشاركين على بعضياتهم وكاعفوه بقى انه غد يكون منتصر من جانب دي القوة لانك انت مرسع لي القوة ديالتك انت ام مرسع لي قوة ديت الامومة توقع كده كي يمرس القوة كعب انه ودخل واحد عالم ديال القوي كي يعني يتعدى على الضعيف الى ضعيف في البنية ديالتو ضعيف في القوة ديالتو ضعيف في الشخصية ديالتو ضعيف ما يخدش يجاوب على رأسه راه هو اللي كيبقى عليه اعتداء فاللي غادي نقول لك الحالي ما بدلين تي الطريقة ديال المعاملة ديتك مع وليداتك اولا تعطيهم بالتساوي هما بجوج يكون تقلسين تيوسطهم و تعطيهم دائما بتساوي تئلسون معاك في المكلة واحد على لي tengan و ادي العليم تنوب اليوم غادي قلس واحدا عن ليمن ايدي انا اصلا اغلبنا نستعمل الليمنع نقلسله على ليمن و التاني غادي احداه للليسر و الغطت اللي زي نوب هم فتي كان بحقى على ليصار يجي عن ليمن واللي يجيبه على ليسر نحترض بناول ذاتي عندي دائما دائما قبلهم و دائما عنقهم و دائما نحترض بناヤسر بش يحسوا بذلك المحب اللي انا وكلهم هدا يعني من الاشياء اللي اللي كانت تصوبة هاداك الحركية زائدة عند اطفال. رأي لا داك حالة اللي ما كتش دول دول كتضموا ليك وخي يكون كبير في السين وخي يكون وصل لسين بولوغ وخي يكون مزوج وخي يكون عندو الوليدات شدوا ضموا ليك لان نحن محتاجين لهذاك الضم اللي فرقناها اللي خرجناه من 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 البوتون دي الامات دينا محتاجين اننا دائما يكونوا في الزر دي الوالدين دينا يضمونا حسو بانو يضمونا بحرارة ماشي كي يضموني هو ما عندو بيا غراد لا يضمني لان هادي كتضم ديت الوالدين الوليدات دينا هم كتخليهم انهم يهداوا من ناحية النفسية كتعطيه كتشعروا بانهم حبوب كتشعروا بانك كتبغيه كتشعروا بانه عندو واحد افضل يا عندك رأي لما كنوزع ديك المحبة علاجه دي الوليدات عندي بغير تفاضل ما كنفاضلش بيناتهم كيف ما كعطي الجمال هذا كعطيه لهذا كيف ما كنشيل هذا كنشيل الاخر كيف ما كنجمعهم كنجمعهم مجموعين ويكون عندي واحد اسلوه في المعاملة دي لانه وراء قبل واحد يتعدى على الاخر لانه لو واحد تعدى على الاخر را غدي لما تعدي ولي ما عديش غدي يكون هم ياخدوا نفس الجزاء إلا كان جزاء غدي ياخدوه وإذا كان عقاب غدي يجري عليهم بجوج لهذا غدي يقول له هم ما كيتحانوا مع عضياتهم وغدي يقول له وكينسجموا عضياتهم خوفا باش بيتسببش واحد في ادية الاخر في ان يعني الاخر يمنع من ذك الشي اللي هو بغى ولكن السر كله الابتعاد عن الضرب وابتعاد عن العصبية مع الوليدات أولاد نقص نحبوهم اقصرش علوم بانك نحبوهم ولما نغضبو عليهم من منعوهم غير منعوهم على الأشياء رغادي هم ببساطة غدي وما يجعوه ونمشي لحظة فاطر إعلاني ورجوه معك كوتشوس مرحبا ارجعنا لكم جديد مستمعين الكرامة على مدغادي وبرنامجكم الحل بني ديك وحكي لي نقصتك على صفر خمساتين وعشرين ستة واربعين تنين وسبعين خمسين اولى واحد وخمسين اولى اتنين وخمسين ايضام كلكم توصلوا معنا عبر الاسمس كتابتكم حل خليو فراغ وصفتوا السؤال دي لكم الخمسين ثمانين تمانا الرسالة استديل دراما حتساب رسوم ايضام كلكم توصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحة الرسمية للبرنامج والي هي الحلبي لديك ناخدو معنا اللحظة للا خديجة من مراكش مرحبا بيك للا للا خديجة يلك ممكن الله يخليك نقصي الراديو مرحبا بيك للا مرحبا 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 لك اختينا هي ام عزبة عندي بنيا خدي نفسك على ابشوي عليك من جزنية عندها عشر سنين نعم هي مما من ينتمن من فمنا بديت بتتريده أينيا كانتrolling سنينة quedات!!!! كنت تتت Pymehandある بدتت تقسويني. عندها عشر سنينة ويط leaf كنته سألت بضيع المن نعم دبا عندها عشر سنينة دابا واحد خمشي سين على هذي عيته ليه من المدرسة وجاء واحد الان هي على العصابي شدت المعلم تتعطى فيدي وتتعطى مشكلة ابنات وتتعطى وتتعطى وقل لي سأله استاذ حدار القيد سنة كورسي قال لها مركي قلت أنا كيبالي يا الشيطان تيقول لي يقتلي ذوك البنات جاء المدرسة تيقول لي يقتلي ذوك البنات كلهم التلميذ دي كلهم وشدت كتبه وشاركتهم أتني خلا واحد شوية وقل لي ما كي يتقول لي ما أنا عايشاني والوالدة وبنت سوى الوالدة ما عندها عصف الرات ونعيني زي سكارهم بتشكتشوا ما كان تخصموا وبهلاك ولتش حاجة بتانية كما ولتش الترفيها ولا ولدك شبية اللي بحلقة تتسويني بتشوف بطاها ولا شما وخايفة أنا يا خيشة بزاف لتكدروا من انتو اللي انقصتاش رعان ولا هذا وما عصاش أي سؤال باش أنا نواجهها ولا نقول لي عايش حاجة ولا كيفاش نواجهت نقول لي عشان وقال ليها ولا نعم حلقة تقول لي الوالدة اللي قولي لها رحمات أنا ما عندك ما شو نقول لي عمات باش بيت نقول لي عمات تقولوا ورقب شفتهم ولي اش حاجة خيش هزاف نعم قال لي بنت دابة ولت شبحت لحالة كل شي دابة ولت قبيل الاخر دي على المدراسة وقتين الوالدة عندك تتعطل لرزيلك وقدت لحد أي حاجة شوفي معملا اداش قلت لك شوفي معملا اداش قلت لك لا تتعطلش لا يرزيلك ومعمر اداشتك لا يرزيلك حال عقع. معمارا قلت لإرضائي لك وليوم قلت لك الله يعرضي لك أنت كذلك مرطة ليس. وبزاف وليس يقدم إرشوفون البناتاك تلبسينها زيانة أنا متات تلبسينها أنا هادسة أنا قلت هادسة متاتدراليياش أنا بزاف تلسرت الحوايج. ولا قلت لزرع ما دلعباري كتغولي انا تقول أنا عدشي اليو الدبابتة كتوق عليها. بحلها والبنت بطمر بلسان يعني بحلها مع它. على ما عرف شي مرحس. لالآخ ديجا.. سمحينا هذي الوليدات ديالنا اخسان تعلموا اننا نكونوا واحد الكتاب مفتوحوا قدامهم اللي نتكلموا معهم ونقشوا معهم واحد من جموعة دي الاشياء بتضحرها لابده واحد الوليد ولا واحد بنت غدي واحد ده يسولوا أمو أو لباه يقول ليه فينا هو النصف الثاني اللي كان سبب دي الإيجاد ديالي في هذي ابن ما تنعيش مع أب غدي يقول ليه فيني أمي وكين بنت أولى ولد نعيش مع أمو غدي يقول ليه فينا هو النصف الثاني طبيعي سؤال طبيعي وخسنا نجاوبوا عليه خسنا نجاوبوا على هذي الوليد على سؤال دياله وجواهو اللي هو مقنعة للأم العازمة او للرجل المطلق او للرجل اللي نفصل مع الزوجة ديالته بقات عنده بقات عنده الولد اولى بنت او لابدى اخسروا واحد واحد الجواب شافي وكافي لهاد الوليدات هادو طبع الحل ما غاش نقوله الموت لان الموت قد يكون فينا وقت قد يل الموت فين هادي فين هادي غادي تجين شي لان المسائل غادي تجين بعد إذا مثلا ما مشيش يختار واحد الحل اللي هو حل آآ من بعد غادي يرجع بعواقب اللي هي غادي تفقد الثقة فيك وفي كلامك وفي هدرتك وفي المجتمع اللي كان محيط بها وانما غا تقول بانه او وقعت انها تزوج بالأب ديالك الاب ديالك او تحتوح الضروف معينة امشى قلبناها مرقيناها شاي الان دبرها ما موجود شي وحبس اهنايا تعال بان اباها او ربما كانت عنده ضرفية معينة او كادا تعدروا لانه ممكش او الابني تزد بالأب اذا هذا هذا مستحيلات اه ما عداف ما عداف حق عيسى ابن مريم اذا هذا بوعدو اه وهدي اه هذا عياسى حداتو اذا الاب موجود لكنه تحضر فيه معينة مشى كيدير كانك يعمرس او في اشياء او كادا وكادا تغبر بمرة بقانيش مزلقناها قال غادي يمشي لخارج قال كادا بقانيش مزلقناها يعني واحد الكلمة اللي هي ما تخليكش تكتبيه ما تخليكش انكي تتنسبيه هاد الابنة الى اسرى المكينة شاي لانه لما تبع في نوع امامي في نوع جدي في نيجدة يعني اذا غادي يكون اسئيلة خلا غادي يتجي اشخد تقولها تقولها انا جدك و جدك ما عفتم شاي اذا كالناسك في حد المدينة معينة اا تلقيت مع الاب ديالك تزوجناه ولكن في ذاك الامة تزوجناه ولكن في ذاك الامة تزوجناه مش نشوفو عائلتكم لكن اا ما بقاش مزل الموجود ما بقاش قلبنا عليه ما شفنا شيء ما قلنا شيء و مشات للمسع الى دي هادي واحدة تانيا ان هاد الوليدات ديالنا ارا مشيق على الناس كولها كتلبس السينية مثلا مشيق على الناس كولها كتلبس ولادها الاشياء التامينة مشيق اذا احنا نتفوت نتفوت والتفوت ديالنا الله تعالى هو اللي داره الله تعالى على قسم ارزاق وكل واحد اعطاحه رزق دياله هو كل واحد كيمشي الاحساب قدرة ديالته ممكن شاين مشيون نفوتو الطاقة ديتنا وممكن شاين مش يكلفو الطاقة ديتنا فوق الامكانيات ديلها ممكن شيء انه النعم له بدك شيء يعملون اناس اخرين لا ما كنتها متوحد ولكن واحد اا ربما الدخل دياله كبير واحد ربما عنده اا كسب عنده تجارة عنده فلاحة عنده عقار عنده عنده واحد ينساء الله تعالى خلقوها الى صوت الكفاية يعني يالله كي ايش بالنهار دياله و بالنهار دياله. قلنا احنا يمنها بالنهار دياله بالنهار دياله. اللي الله تعالى اعطانا حضر زيق اللي هو عادي كنمشو به. نعم. الحمدلله ما مع الرياجي. الحمدلله ما خلينك شاي بلاك هذا كتاكلي كتشربه كالداوي. راه الامكانية اللي عندك انت هي معناش ناس اخرين. لانك ان اخرين بدون مأوام. ما عندهم شايفين يسكنون. اخرين مرضى مرقوش ليدويهم. اخرين معطوبين. يعني كين هات اشياء هذي. فلذلك الله يزكي بياه خير. نحاولوا اننا نبينه وليدنا انهم يرضاهوا بالوضعية اللي هي كينة. وان شاء الله لما تحسن الاوضاع المادية. لما تحسنك هذه الاوضاع اللي هي اه اه اجبتي معي ومشو. لكن كنت طلب منك انا كتعرضي بنتك على احطبيب نفسي. اللي يمكن يعمل معه حتى تبوع. نعم بما كان هناك شي اترب. من هذه الحدة ديال اضطراب اللي عندها. نعم شكرا جزيلا لك وتش يوسف وان شاء الله بإذن الله الاسبوع المقبل. مرحبا. صحية طيب. يكون خالصة لك. شكرا جزيلا على تواصلك معنا بطبيعة الحال. ان شاء الله. مستمعنا الكرام في انتظار اني ودعك ان كنتش يساف مستقبل جميع الاستاذ سعيد ناوي. استاذ جامعي بجامعة الحسن الاول محام بهيئة الضار البيضاء. مقبولة دا محكمة النقد الاجابة لكل اسئلتكم القانونية. هذا يخليكم معنا الاختيار الغنائي ورجعلكم. ما تساوش موضوعنا اليوم. دي السمر على الحال المدنية ولكن هات المرة العقوبات المترتبة على الاخلال في المساطر. اذا نتكون فرصة باش نتعرفو عليها بقوا معنا باش نتشوفين.